تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي خلية الأزمة المعنية تواصل جهودها لإعادة المصريين من السودان مصر تدعو أمام مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتحذر من التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية البيت الأبيض يعلن عن مشاركة بايدن في قمة مجموعة السابع في هيروشيما باليابان السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلاً ومرحباً بكم أفدت مصادر مصرية مسؤولة بأن رئيس عبدالفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان كما أكدت المصادر أن رئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان وأشارت المصادر إلى أن هناك خلية أزمة من أجهزة الدولة المعنية تضم وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارات الداخلية والخارجية والهجرة تتابع الموقف لفتة إلى أنه تم التنصيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها كما شددت المصادر على أن الدولة المصرية تتابع جهود عملية إجلاء المصريين من السودان استقبلت قاعدة الشرق طائرتين جديدتين تقلان مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم وذلك في إطار الجهود التي تبدلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين وتنفيذا لتوجهات رئيس السيسي يواصل معبر أرقين البري استقبال المصريين القادمين من السودان وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول حيث شهد المعبر وصول فوج من رعاية الصينيين القادمين من السودان في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية تابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة من معبر أرقين البري مرسلنا عوض الغنام عوض صباح الخير يعني بالتأكيد حالة من الحركة والنشاط بيشادها المعبر على مدار الأيام والساعات الماضية لو أنت معنا يعوض على مدار الساعة تنقل لنا الصورة فما جديد المشهد لديك الآن نعم الجديد هو ما ذكرتيه في مقدمة الخبر وهو تزايد عدد الرعاية الأجانب بالذات هم السمة الغالبة لحضور إلى هذا المعبر خلال الساعات الماضية قضينا الليلة بالأمس ونحن نتابع لحظة بلحظة كل مستجد يتم هنا وربما الأهمية في ذلك هو المساعدات والدعم الذي يقدم من الدولة المصرية في الصور متعددة ربما أهمها هو إعلان الاستنفار الطبي هنا لتقديم هذه الخدمات النوعية لكل الذين يأتون إلى هذا المكان وأعلمنا بأن هناك وفد عالي المستوى وسيأتي بعد ساعتين أو سيحضر بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من القاهرة خصيصا من وزارة الصحة للمتابعة على الأرض الواقع للخدمات التي تقدم تقايا يتم تقديمها للعابرين لهذا المعبر سواء كانوا مصريين أو سودانيين أو رعاية أجانب عدد ذلك لا يوجد جديد إلا مزيد من السيارات القادمة من المعبر السوداني إلى المعبر المصري وعلى الفور يتم تقديم كل التنسيهات اللازمة حتى وصولهم إلى البوابة الأخرى وبعدها يأخذون الطريق نحو أسوان وإن كان أغلب الرعاية سيتوجهون مباشرة إلى مطار أسوان الدولي كل منهم يريد أن يغادر إلى بلده بشكل مباشر وكما أسلفت آخر أهم البعثات التي وصلت هنا إلى هذا المعبر معبر أرقين هم الرعاية الصينيين وربما الفوج الأول من الرعاية الصينيين المتواجدون الآن في سودان وكان لهم حضور كبير للغاية الأرقام تتحدث عن نحو 1500 صيني يعملون في عدد كبير من مصانع شركات في القطاع الخاص في سودان كانت تزيد عمية وعشرين مشروعا تعمل به الصين منذ فترة طويلة داخل السودان هذا هو ملخص المشهد حتى الآن مع هذا اليوم الحادي عشر للأحداث في السودان ربما يجدي جديد وينعكس ذلك على حركة الرعاية الأجانب والمصريين والسودانيين لأن هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالهدنة إذا استمرت الهدنة ونجحت الهدنة الأخيرة التي أعلن عليها سينعكس ذلك إجابا على وجود الرعاية وعبرهم هنا إلى أرض مصر حيث العمن والاستقرار الذين شعروا به وعبروا عن ذلك وقدموا كل الشكر والتقدير لكل سلطات الدولة المصرية على ما قدمته مصر من احتواء واحتضان لهؤلاء الرعاية ولكل من حضر إلى الأراضي المصرية عبر معبر أركي نعم عوض بشكرك شكرا جزيلا بالتأكيد سنتابع معك في خدماتنا الإخبارية القادمة كافة التفاصيل بشكرك شكرا جزيلا صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم أمس ثلاثاء إجلاء أربعمائة وستة وأربعين مواطنين بسودان عبر الإجلاء البري ومائة وتسع وثمانين آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حارجة من خلال الإجلاء الجوية وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية وأضف المتحدث باسم الخارجية بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى ألف وخمسمائة وتسع وثلاثين مواطنا هذا وجاري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك تحركات سريعة وجهود حثيثة تقوم بها الدولة المصرية لإجلاء الرعاية المصريين من السودان وتوفير كل سبل الحماية والأمان لهم لحين عودتهم إلى وطنهم سالمين مصادر مصرية مسؤولة أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان كما أكدت المصادر أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان وتضم خلية الأزمة العديدة من أجهزة الدولة المعنية وهي وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارات الداخلية والخارجية والهجرة كما أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها وفي سياق تحركات الدولة المصرية تواصل قاعدة شرق استقبال المصريين القادمين من السودان بعد نجاح عمليات إجلائهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين المواطنون العائدون من السودان أعربوا عن شكرهم للرئيس السيسي ولجهود الدولة في إعادتهم إلى مصر طبعاً هنا القوات المسلحة أمد بمجهود جبار لتوفير كافة الرعاية والحفاظ على أمن المواطنين بالسودان وطبعاً كلنا سعداء بما قام به السيد الفاضر الرئيسي الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشكر السيد الرئيس وقوله تحية مصر وربنا يخليك لمصر كلها قيادة السياسية والمسؤولين عننا في البعثة الدكتور خالد بلغنا أن إحنا لازم نتحرك من ويد مدني اتحركنا الفجر وصلنا هناك لبور سودان كان في انتظارنا الطيارة المصرية عشان تنقلنا الأرض الوطن عمري ما خوفت أبداً رغم أن إحنا كنا في ضرب النار ورغم أن إحنا كنا بنشوف مشاهد يخاف منها الناس لكن إحنا كنا أسقين في القيادة السياسية وعارفين أن السيد الرئيس فتاها السياسي حافظ على أولاده حافظ على أبنائه بيروح يجبه من أرض النار بكل سهولة وبكل يوصل كنا عارفين ومتأكدين أن إحنا راجعين واستمراراً للدور المصري المهم وللتسهيلات الكبيرة التي تقدمها يواصل معبر أرقين الحدودي استقبال المصريين القادمين من السودان وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول حيث يشهد المعبر استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال القادمين من السودان بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف واستمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تستمر جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين في السودان عبر الإجلاء الجوي والبري بالتنسيق مع السلطات السودانية كما أكدت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية في الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلية في وادي حلفة تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم وتؤكد الدولة المصرية دائماً حرصها على أبنائها المقيمين بالخارج وذلك في العديد من الأزمات وبالأخص الأحداث الجارية في السودان بالإضافة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وأزمة كورونا المزيد نتابعه في العرض التالي والزميل محمد المهدي أهلاً بكم مشاهدي الكرام لطالما أكدت مصر حرصها على أبنائها في الخارج حيث كانت الدولة المصرية سباقة دوماً في تقديم العون والمدد لأبنائها لا سيما في وقت الأزمات من أجل الحفاظ على سلامتهم وإعادتهم لأرض الوطن أحدث الجهود كانت في عقاب الأزمة المشتعلة في السودان حيث تواصل الدولة جهودها لعودة المصريين الموجودين في السودان في ظل الأوضاع هناك مؤكدة أنها تضع أبنائها كأولوية قصوى وتتحرك من أجلهم وتسخر كافة إمكاناتها في سبيل ذلك الخبرة المصرية في عملية تأمين المواطنين في الخارج وإعادتهم سالمين جاءت عبر عشرات المواقف التي سخرت فيها الدولة قدراتها كافة لحماية أبنائها فبالعودة إلى أزمة كورونا عام 2020 أعادت الدولة المصريين العالقين في مدينة وهان الصينية عبر طائرة خاصة مع إنشاء حجر صحي مجهز بجميع الأجهزة والمسلزمات والأطقم الطبية المتخصصة فضلا عن إعادة الآلاف من دول العالم أجمع في ظل تلك الأزمة العالمية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت علامة فارقة في جهود الدولة حيث تم إعادة أكثر من أربعة ألاف مواطن مصري من المقيمين في أوكرانيا عبر جهود حثيثة من السفرات المصرية في الدول المجاورة الأوكرانيا فضلا عن التوجهات الرئاسية بعودة الجاليات عبر طائرات خاصة من تلك الدول الطلاب المصريون الدارسون بالجامعات الأوكرانية أولتهم الدولة عناية قصوى من خلال دراسة أوضاعهم وإيجاد حلول لمساعدة الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية ومثلت جهود الدولة لإعادة الجالية المصرية بأفغانستان إلى أرض الوطن ملحمة بكل المقاييس بعدما أقلعت طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية وكذلك مسؤول سفارة المصرية بأفغانستان الأمر الذي يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها وعلى مدار مرات عدة استطاعت الدولة المصرية إعادة أعداد من الصيادين المصريين بعد احتجازهم في اليمن للصيد في أماكن محظورة وذلك عبر طائرات خاصة ونجحت في الحفاظ على حياتهم ونقلتهم بشكل آمن للأراضي المصرية كل ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين رعاياها بالداخل وبالخارج إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا سريعا لأبرز الجهود التي تبدلها الدولة المصرية لإعادة أبنائها من الخارج في أوقات الأزمات نشكر لكم طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر شددت مصر على ضرورة الوقف الفولي لإطلاق النار في السودان محذرة من أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير رأسام عبدالخالق استعداد مصر لمساعدة السودان على العودة لمسار التهدئة مشددا على أهمية السعي الحثيث للحوار لحل الأزمة بداية تعرب مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية والتي تفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي عانى منها السودان على مدار سنوات عدة وتؤكد مصر استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مصار التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق وتعرب مصر عن بالغ أسفها لسقوط ما يتجاوز المئات من الضحايا والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة في السودان وأكثرهم من المدنيين من الشعب السوداني الشقيق من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش خلال الاكتباع الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النارة مؤكدا الحاجة إلى جهود مشتركة من أجل السلامة وحسى جوتريش جميع أعضاء مجلس الأمن وكذلك الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى على الضغط على الأطراف السودانية لتخفيف التوتر وإعادتهم على الفور إلى طاولة المفاوضات قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر رابيرتس أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يبدو صامدا في بعض المناطق لكن لا يبدو ما يشير إلى استعداد أطراف سودانية للتفاوض بجدية وأضف أمام مجلس الأمن الدولي أن المعارك سببت كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن قيام ميليشيا الدعم السريع باقتحام عدد من السجون خلال الأيام الماضية وإجبار الشرطة على إطلاق سراح بعض النزلاء وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية من خطورة تلك الخطوة على انتشار الفوضى والجرائم في البلاد خاصة وأن بعض هؤلاء النزلاء محكوم عليهم في جرائم جنائية خطيرة أكد الجيش السوداني أن الموقف المعلوماتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع وعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيانة لها أن الموقف في جميع الولايات مستقر تماما مضيفا أن عدة مناطق شهدت تسليم أعداد كبيرة من أفراد ميليشيا الدعم السريع لأنفسهم ومعداتهم استجابة لصوت العقل وحقنا للدماء كما جددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية نداءاتها لميليشيا الدعم السريع بالانخراط في صفوف الخدمة العسكرية النظامية المتقيدة بالأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي يواصل الحديث إلى الأطراف في السودان وذلك لدعم وقفي دائما للقتال هناك وأضفت خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء ومجموعات مدنية سودانية في سبيل وقف دائما لإطلاق النار تقدم رئيس عبد الفتح السيسي بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء والذي يمثل يوم الكرمة الوطني حيث استعادت مصر حقوقها المشروع الكاملة على ترابها الوطني وفي تدوينة له على صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجه الرئيس السيسي التحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات والشهداء البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء وللقوات المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرمته كما توجه بتحية فخر وإجلال لرئيس راحل أنور السادات الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراصخة للأبد التي تؤمن بالعدل والأمن والسلامة قال الرئيس عبد الفتح السيسي أن أرض سيناء تعد عنوانا لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء أكد الرئيس السيسي أن سيناء عبر التاريخ كانت مطمعا للغزاء والمستهدفة الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر كله شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم أتحدث إليكم اليوم في ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصر وعربي الذكرى الحادية والأربعين للتحرير سيناء الحبيبة مهد الرسالات ومصر الأنبياء تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي تفيد من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلى على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم فهي عبر التاريخ مطمع للغزاء ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرسي وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله الأخوة والأخوات سيبقى يوم الخامس والعشرين من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار إن تحليل سيناء كان تحليلا للكرامة المصرية وانتصارا لسلامة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ وأشار رئيس سيسي إلى أن سيناء خاضت اختبارا صعبا بعد توافد الإرهابيين عليها بهدف فصلها عن الوطن لافتا إلى أن تضحيات الجيش والشرطة الباسلة ستتحاكي عنها الأجيال لأزمنة طويلة ثم تعود سيناء لتخود اختبارا صعبا وغير مسبوق إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفريون من كل حدب وصوم يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها وتغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر إن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكي عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء كما تقدم الرئيس السيسي بالتحية إلى أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب متعهدا بحماية ما تحقق من إنجاز عظيم بالمزيد من العمل والتنمية الأخوة والأخوات إننا إذن نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفوا ضريبة الدم فداء للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب نقول لهم ولأسرهم إن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما حققتمه من إنجاز عظيم باليخزة والانتباه والاستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والتنمية والتقدم هنأت السيدة انتصار سيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بذكر عيد تحرير سيناء وأشارت تأفي تدوينة لها على صفحتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أننا نحتفل بعيد تحرير سيناء الذي يعكس عقرية الشعب المصري وصلابت معدنه الأصيل في تحرير سيناء المقدسة وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها تحية فخر وإجلال لشعب عظيم قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرمتها وشرفها أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في التاسع عشر من مايو المقبل في هيروشيما باليابان وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جابير أن بايدن سيتطرق مع رؤساء دول مجموعة السبع إلى الدعم الثابت لأوكرانيا وأزمتي الغذاء والمناخ وإلى سبل ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن فضلا عن الجهود المبذولة للانتقال إلى الطاقة النظيفة عقد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي النيتو وسويد كدولة شريكة مدعوة اجتماعا افتراضيا لمناقشة العمل الجاري بشأن التخطيط العسكري للدفاع الجمعي وذكر بيان صادر عن صفحة اللجنة العسكرية للنيتو أن الحلفاء اتفقوا على تسريع عملية تنفيذ استراتيجية الرد والدفاع كما تعمل السلطات العسكرية لحلف النيتو على تطوير خطط جغرافية محددة تصف كيفية قيام الحلف بالدفاع والردع ضد التهديدات المدرجين في المفهوم الاستراتيجي لحلف النيتو أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه رسميا لإعادة انتخابه في عام 2024 وطلب من الناخبين منحه مزيدا من الوقت لإنهاء المهمة التي بدأها عندما أدى اليمين الدستورية وتنحيه مخاوفهم بشأن منح أكبر رئيس من حيث العمر ولاية ثانية مدتها أربع سنوات فيما اتهم الحزب الجمهوري بايدن بالانفصال عن الواقع بعد ترشحه لانتخابات 2024 ويتوقع خبراء هيئة الأرطاض الجوية أن يسود اليوم الأربعاء تقص حار نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرود ليلا على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ختم النشرة مشاهدين الكرام والآن تذكرة بأبرز ما جاء بها من عنوين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي خلية الأزمة المعنية تواصل جهودها لإعادة المصريين من السودان مصر تدعو أمام مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتحذره من التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية البيت الأبيض يعلن عن مشاركة بايدن في قمة مجموعة السابع في هيروشيما باليابان ختمنا مجاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر على الشاشة شكرا جزيلا لنطيبة المتابعة وهذه تحياتي أنا لأشتائر هلقاء